السابع والثلاثون في ذكر الحجازي في ذكر الروح والنفس والقلب واللب والصدر والفؤاد من الطبقات الكبرى السيد الطعيم الأسيط البصري يقول ثم وجدنا كل هذه المسميات من الروح ونفس وقلب واللب وصدر وفؤاد هي في الحقيقة مسمى لمعنى واحد تتقلب فيه فالروح محل الكمالات والنفس محل السفالات والقلب هو الفؤاد هو الصدر هو اللب من حيث محل الانتقال فإن الروح والنفس مقامات تنتقل في القلب فإذا تقلبت بين مقام الروح والنفس سميت قلبا من أثر التنقل ثم إن الصدر يصدر عنه كل هذه المسميات من الروح يسمو ونفس تهبط وما يتقلب فيه يسمى قلبا بين هذا وذاك فإذا استقر المقام سمي لبا واللب هو أصل كل شيء ها سيد الحجازي يقول اللب هو أصلهم كلهم أصل والروح والنفس والقلب واللب والصدر والفؤاد هذا كلام نغوي أن الفؤاد هو موطن الشرف والمحبة فأدابه بلا بخاربة بالمعنى أنه عيد من كالجه أما الكلف فهو يتقلب وما يكون ينطلب إلا من تقلبه تقدر على القلب من تقلب الله من تقلب الله حتى يقولوا أنه دائما هو مكثر يعني إذا ورث على وسناعة يبدو أن تستغير الأن فالنفس مكونة من روح وجسد وإلى النفوس والوجب يعني لبثت الأرواح بالأجتاد فصارت نفسك إذا ما من غير الروح إذا هو جسد بالقول أنت بالنفس أنت بالروح إلا بالجسم إنسان فإنسان فإنسان إذا ما أستكلمت بالأخضاء إلا فإنسان بالنفس إذا ما تستطيع الإنسان هو القسك أو فات النفس أو القسك والإنسان ما أستطيع أن يكون أحبب إلى ناس أن تستعبت قلوبهم فطالما استعبت أن الإنسان الروح والنفس واللب والصدر والفؤاد الصدر هو محل القلب المطر في السحاب والله يقول يقولون بأفواهين هم يقولون بألسنتين بس الأفواه محل اللي سهل هو يسئل ثم ولذلك أيات تانية اللي تكونون بألسنتين فهو لا يعارض بعضه وبعضه فإذا نزل السحاب بضرب قوم رعيناه وإن كانوا غضابا فإذا نزل السحاب اللي هو ايه المطر فإن الله فعبر عن المحلية فالصدر محل القلب فلن نشرح هذا صدرت يعني قلب قلب وإذا ذكر الصدر فالقلب وإذا ذكر فالقلب فالقلب وإذا ذكر لما كامله فالقلب وعطلب وإذا dizيت فالقلب 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 سبحان الله люд بأفتح لك عم حكاس ونحن ننورك علشان تنورنا وتفهمنا وتفعلنا للعيات القرآنية اللي احنا عجزين عليها ونحن نفتح لك فالقلب مرشل الله مامين اشتركوا في القناة